السلام عليكم ورحبا بكم نورتوا نورتوا قناتي قصة سنينة نقولكم أهلا وسلام بكم يا أرواع وأجمل فراشات في هذا الدنيا تعرفوني نحبكم وحدة وحدة واسم اسم ونموت على تعليقاتكم الرائعة اليوم رح نحكو حكاية جديدة أو حكاية متتبع في القناة قبل ما نبدأ الحكاية تانا ما تنسوش الصلاة والسلام على خير المرسلي محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ الحكاية تانا كنت مبيع في الحانوت حتى جت داخلها وحدها جت طيحة كامل كسرت لي ست بلاط ووثن تعبض جبت لي صناع نظتها كا عادتها تذير أنا كنت مقلق نهاراتها الدم يغلي فيها قلت لها سمعي حق البيض تحطيه كامل ومكمل وإلا والله ما كي خارجتها من هنا قلت لي من يشيها زد راهم معايا ديت من عندها ساكاء اللي كان فيها أوراقها قلت لها كي جي بي ليدراهم نعطيه لك قلت لي بصح ساكي فيه حويج أهم قلت لها خلاص ملأ سل كينيت ديه خرجت من بعدها بعد أيام رجعت لي من ظهرها الجينية غير في وقت نكون مقلق فيه قلت لي معلش جينية وحدك خرجت كما كلمت عاك وحدنا قلت لي يا أخو حش منا بك بزيف بصح ظروفي المادية ما تسمح ليش نسول لك على هي مكملتش هكا حتى جملت لهنا بديت نكفار نعليها ونقول لها قلت لك زوالية ما زيديش تقرر بي من حانوتي نلقاك هنا دورية نسمعك من لا يرضيكي نسكنت كلها تخزر راحت تبكي من السكينة دخلت هنا وأنا نسب من بعدها فت اسمينا على القصة هذه أنا نسيتها خلاص حتى مرة كنت فتح في الليل ما كانش يسرعيبا جوي شروكا مليتنا شفت الصاقف تحته نلقى فيها أردنوس هذيك تعدواء ووصل استلام تعداء تعداء باك هكا غاضطني المخلوقة هذيك ضرق راني خلعتها حتى بهت جيت الديهم ما مجيش بعد أيام هكا جتني في القويل قلت لي نحتاجك بلا ما تعايت عليها خرجت هكا لها أعطتني صرف تعد خمسين ألف وألفين تعد بين وحدة ملقطتهم خلاص قلت لها ويش هذا قلت لي هذا حق البيض قلت لها حق البيض خمسين ألف قلت لي خمسين ألف هذي نشرية منك أردنوس اللي في صاكك حتى تتحلل فيها نقبل قتلها سمعي أنا نقبل بشرطة جية يوميا ترتبي للحانوت هذا حق البلاطوات هذو كامل اللي كسرتها قلت لي موافقة المهمة ترجع للصاك قلت لها صاكة ودراها قلت لها كون ما تجيش راني نشكي بيك خلعتها شوية قلت لي لا 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 أنجي كانت مني نتكمل القراية تعقب ساعة عندي هكا طريقة اللي لحويش هاكذاك وقت تقاربنا أكثر ولا تتحكي لي على روحها أنه حلمها تدي الباك وتولي خدامة تصرف على دارهم أنا كنت معجب بها الدرجة عدت ننسى غير وقتها اللي تجي فيه هي نستنى بفرغ الصبر بها ندردش معها ونشوف ضحكتها هذيك قلت لي كان ندي الباك تدير لي كادوش باب قلت لها أوكي كنت نينة وكن تدي الباك نبعث دارنا يخطبوها لأنه كنت نحسها تحبني وتبدلني نفس الشعور هذا أخر شي نتفكره وأهليها لأنه قبل عام صرت لي أكسيدو خلاني نفقد الذاكرة تاع خمس سنين بعد ما ملت نلقيت روحي خاطب بنت خلاف أنا مش متذكرها وخايفة نسقسيها على البنت الأخرى تصرى مشكلة ولا نسقسيها على البنت اللي كنت معايا هكا يقول لي سافرت هي وأهلها وأنا مش قادر حتى ننساها ولا قادر نتذكر واش سرى حتى أخطبت غير هذي وهي رحلت أنا ما فهمت هذه العفسة لها من الأكسيدو ولا سحر إصرالي فات عام على الأكسيدو تاعي ما كانش نهار رحت من بالي حتى حانوتكي أنا روح لون تفكر كيفاش كانت جيني نقعد نضحك وحدي وحدي كلمهبول ساعت حتى نعيط الاسم خاطبتي ونقولها آية باسم اللي كانت ناوي والله ناوي نخطبها بس الغريب أنه كانت تجاهل وتقول لي تسرى تسرى رحت للحانوت قاعد النظم في حويجهاكا كما كانت تنظم فيهم هي جاهوا يلي يشوف في النظمكا في الحانوت بطريقة معينة قاعد يهدر معايا ويقول لي ويش بيك نشوف فيك سايح ضايع ويش بيك قاعد سيكتك قتل وملقيتش بنتي اللي قتلك حوس لي عليها قال لي يا ياو منك بالصحة أنساها راح تذرك رك خاطب لالتنسى عليها رك تدير في عمرك هكا سكت قتل وان شاء الله يا ربي بارك تكون لالتنسى ولا واحد كان فهمني واشرانين حسنة رجعت اكتأبت وانعزلت ايام جاتني خاطبتي للدار لانو قالولها راه مريض شوية جات عندي وبدأت تسأل فيا انا وقلها ايه ايه لا بس الحمدولة قاعدنا هكا تقول لي وش بيك اللي كيدي فيا وش بيك هكا تقلقتنا وخرجت من عند هكا قلت لها تهدري كأنني متفكر علاقتنا و متفكر كيف حتى حبيتك و متفكر كيف حتى خطبتك منش متفكر والو منش عارف نعم لك خطيبة بقد ساكتها مدة من بعدها قاتلية حتى انا اتعبت كنت نستنى فيك تتغير بصح لا لا قلت لها وش تقصدي قلت لي اسمعني اصيل انا ما قدرتش نكمل في الكذبة هذي نصطنا حسيتها راح تحترف بحاجة على ايه قلت لها احكي لي قلت لي انا ما كنتش خاطبتك بصح كنت نحبك ياسر كيف قدت الذاكرة ورجعت هكا خوب قال لي لي رحك كنتي خاطبتو انا نعاونك قلت لها تعرفي حاجة على وحدة اسمها ايا قلت لي لا لا ما نعرفش حتى حلت دايمن تغلط فيها باسمها نصط الخوية نقل لها ذكرة قل لي وينها ايا قل ليش كون ايا هذي ربي يهديك قل له كذبت عليها وقل لي هذي كخاطبتك اكيد كذب عليها في موضوع ايا وعارف وينها قل لي ما نعرف هاش غريح اروحك بك وخليها تشوف حياتها وهذا يعني خليتها تكذب عليك قال لي اني كنت نشوف فيك مكتئب ياسر قلت الحنصر النسائي بلك يغير لك المودة تاعك سكتنا ما بعدها قلت شك في خوك يا اصيلة سكتنا واستغفرت قلت لا لا قلت نفسي تاعبانا اخرجت برا رحت للحانوت انبيت فيه سكرته بها ميجيني حتى عبدا قلت نتفكر كيش حاجة توصلني لها قلت نتفكر من البداية ميجتني هكا وكسرت لي بلاتو تاع البيض حتى اخر يوم كنت نخزر فيها تتبسم لي وتقول لي يجيب لي كادو كي ندي الباك طلعتها كهبط من بعد تفكرت صاحبتها اللي كانت تجي معاها وتضحك لي كي تشوفني نخزر فيها بقيت نحاو نتذكر في اسمها حتى وجهني رنسي بقيت نتفقف هكذا من بعدها اخبطت البيرو واخبطت الحيط هذاك انا نخبط في الحيط شفت كلمة نحبك اسيل من بعدها جيتني الذكريات مهمشة تقول لي نحبك وراك ظالمني يا ربي كفرحا ندي لنا ربي العالم واش رح صير بيا طحت في الوضع نقول لي ويجدرت هنا ويجدرت ويجدرت حتى رح يصير لي هكا بقيت نشوف الحيط هذوك لعل وعسى نلقى حاجة ملقيت والو عدت نقول وين راك يا ايا وين نلتنا قعدت عزم اني نلقاها قلت مستحيل تكون رحلة هكا مستحيل ونكون نحبيت غيرها قعدت ذيك اللي لا نخممك فاش نجيبها تفكرت لي سيلي كانت تقرى فيها ايا قلت نجيب قائمة عالطلب قبل خمس سنين نتفكر اسم صاحبتها كنت تفكرها نسقسيها غضوة من مع الخمسة مع ثمانية تاعة الصباح كنت احذر ليسي هادرت مع المدير وتفعت لودراهام بها قبل ديت ليستها هذيك وبدت نقرها في الاسماء وتفكرت بالصحة لقيت ثلاث اسماء بنفس الاسم صاحبتها نور 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 قلت لصاحبي يا اسقسي اللي عليهم في ثلاثة ما كنتش حابة نقول الخويا لاني بديت نشك فيه حوزت عليهم في ثلاثة هذو لقيت واحدة فيهم متزوجة دعيت ربي مارك ما تكونش هي باهم نفقدش الامل اني نهدر معاها رحمة الله طلعت مشيهية لانه اللي نحوس عليها تقرأ اقتصاد في الجامعة رحت لحقتها للجامعة رحت للكلية الاقتصاد هذيك سقسيت عليها والنار هذيك تلاهبه فيها اللي شوفني تقول نحوسها لكنز حاجة كانت اكبر مني يعني شعور اللي كنت نحس فيه ما نقدش نوصف لكم نحوس اللاقية خيط برك ليها كان مخليني نعيش ايه مخليني نعيش وجودها كان احييت بالنسبة لي حاسب حاجة غالطة صعيبة يكون عبد اللي نحبه يختفي فجأك اختفاء هذيكم سببك انت وانت ماشي عارف علاش قعدت اني سقسيح لهذيك حتى قاتلي واحدة عرفها اداتني ليها جيت شفتني حسيت وجهها تبدل قاتلي واش تحتاج قلت لها انا اصيل صاحب قاتلي بلا ما تعرفني على نفسك قل لي برك واش تحوز حسيت اسلوبها فضلة معايا كأني ديل لها حاجة قلت لها جاي نسق سيك برك على ايا نانت قاتلي مع لباليج جيت رايحة قلت لها الرحمة علي والديك ما تدري ليش هكا راني جايك من بعيد وقازتك ريقي ناجف انا انت سقسي عليك اكيد تعرف فيها وين هي خزت فيها قاتلي حتى ونعرف ما نقول لكش عدت الحلل فيها انا تقول لي عليها بكت جاهلتني وراحت برحت تقولي ايست وكرامتي عزت عني هكا ماذا تشرجعت لها لا لا بقيت نرجع لها ونروح لها وهي تهين فيها وتعيط لي اللي زاجوها كتا على الجامعة ما يقستش شهر وانا وراها من بعدها قاتلي ازلت جيني نعيط لك اللا بوليس ما حرفت شوش ندير بصح بعدت عليها عدت نوقف بعيد عليها حتى نهار شفتها جاية لي قاتلي مش رح تخطيني انتا تستعطف فيها ولا كيفاش قلت لها سمعيني انا عام اللي فات درت اكسيدو وفقدت الذاكرة التاعي اخر شي نتفكر فيه اني كنت ناوي نخطبها الشي رح يحرق فيه قلبي ومن يش عرف وش اسر علي وراكي الوحيدة اللي قادرة تقولي لي قاتلي اسبر ماكش متفكر وش اسر بيناتكما قلت لها وش اسر بيناتنا قاتلي رح للريستورول الفلانية نكمل المحاضرة التاعي ونجي نحكي لك رح تتمك وقعت نستنى فيها اطول ساعة في حياتي حسيت الوقت هذاك حابس الناس تمشي بوضع معكوس بالذراع ما جيت هي قاتلي طولتها لها قلت لها عادي قاعدتها كقتلي ما تتذكر ويل ويل ووا قلت لها ويل اختي قاعدت سيبتها كمدة قاتلي انا رح نحكي لك بصحة تحب تصدقني تحب لالا قلت لها عليه تقولي هاكذا قاتلي على خاطر هي قاعدت لك واش صالها مصدقتها مفهمش واش تقصد قاتلي ذو كان احكي لك وتفهم قاتلي مرة ايا كنت رايحت لك كالعادة بصح ملقاتكش ثمة ملقات خوك ثمة هو اللي يبيع انا وقتها كنت حاضرة وكانت دي ركت رح تروح قلها خوك للا ما تروحيش رحها قل لي اصل نوصيك تنظمي ذوك يجي ايا انا ودعتها مرتح تشلخوك وقتها بصح منها رائية تبدل ضربة واحدة بدأت تغيب شحي المنهار نشوفوها ضربة روحة وعادت منين تدخل تريح لاخرة ما قريك انت تحب لقرايا حتى ما رأي شفتها تراسها على كراسي هكا وتبكي بقوة تبكي 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 لدرجة جسمها كل ولا يرجف عدت ناحيك متاء ومتحضنتها ونقولها خلاص ما تبكيش قتلي احب نموت ونتهن قاعدتنا وراها ونحلل فيها واش كاين اهدري حتى قاتلي بالصوت مبحوه قاتلي اغتصبني نحسبك في اول انتاء من بعدها قاتلي ليلة مشي هو راه خوه قلت لها انا تحكي لك راه توقف معها حاول انتكيش حال من خطرة بالصح ما قدرش خافت خلاص تفضحها وخافت توقف مع خوك انا راه هي تهدر والدم يغلي فيها مشي عارف واش ندير نصدق ولا نكذب ولا واش ندير راسي عادي يوجع فيها قلت لها حبسي حبسي دقيقة تقل فيها تثبتيلي اللي راكت قولي فيها خصت فيها قاتلي يا ريت كنت جيت نقدرها كنت ثبته من قبل ورجعتها لها حقها كامل خبطت الطابلة جيت نايضة هي قتلي بسبب ردة فعلك هذه وتكذيبك لها ما عادش هنا يا صاحبتي دمرتوها ودمرتو حلمها حكمتها قتلها لا لا كمني كمني تعيشي احب نعرف وين هي قتلي كي ترجع حقها مو خوك ارجع لي انا نكمل لك الحكاية كامل خرجتها قتلا وخرجت هنا ينمشي خطوتي ثقيلة الدنيا الدوربية حيث انه نفس هذيك رايحت لي انا نمشي هكا ونربط في الاحداث ونتفكر خطيبتي كي قاتلي اخوك خلي ديري هكا كي قال لي ما انا عرفهش من بعده قال لي اسمها بلا ما انقله عليه كي قال لي انا اخوك تشك فيها عدت هنا نغلي ارجعت للدار روحت ديركت الخوية تحظني قال لي وش بيت قلت له ما قلت ليش حقها انا كنت مركب كاميرات في نحانوت قبل ثلاثة سنين ما قلت ليش عليهم وراني شفتك مع ابنت في هذك النهار قال لي اسمح لي اخويا والله غير هي اللي اغويتني وانا قلت له هذي البنت ايا اسكتت عليها مع سكوته هذك احكمته اعطيته ضريحة لكلب الدرجة كسرت عليه الكوزي هذك كما جيتش يما وكان قتلتها في هذك النهار اعطيته نقولها اغتصب البنت اللي نحبها اغتصبها عادت هي تهدي فيها يما بعدها خرجت انا نعايت ونقول والله ما راني مسامحك والله غاني ندخلك للحبس ونخليك ترشيف ذم استنيت للصباح يجي رحت عند صاحبتها قلت لها اليوم تكملي واش صرى الاية وين هي ثاني قلت لي غريبة انك متذكرتش قلت لها متتمكريش فيها يلا يسترق والله ماني يا قادر اضربت خويا حتى ازراك كامل كنت ناوي حتى نقتله رجحناها كاقعدنا في نفس البلاسة قلت لي بعد ما صررت ذيك القصة هك عاد يهدد فيها وافضحها بالصور مع أصحابه بصح انتا كنت لاخبر هذا الاغرب ومهم بعد شهرين جيتني في الليل وقاتلي يا الحقيني وما عندي شغيرك يساعدني في هذه الحاجة قلت لي انه وراه اخوك يهدد فيها وقالها كن متبهت شغيرك انتا رح يفضحها بالصور تحل أهلها بصحية ما حبتش تبعد وتخذها رايو أهليها واللي فضحها قدم أهلها ضردوها مسكينة وجيت لعندك انتا وقاتلك خليني بيتها عندك برك في الحانوت على خطر عندها ما شكل مع أهلها واخوك هذيك غضب خممي بعدها هذيك كي كانت بيتها في الحانوت راح هو هذ الدراهم كل اللي كانوا في الحانوتها كاوتها ما هي اللي ديتهم لك وولا لك واحد الصور انتا بالحالة هذيك رحت ضربتها وجرجرتها في الشارع في نص الليل وقلت لها انتي إنسانة سراقة وبنتا حرام الناس وكل سمعوا بيها بعدها جيتني مسكينات ستنجت بيها كنت أنا ناوي أن نخليها بصح أهلي ما قبلوش اضطلت نرفض في ذي دقيقانا ما جبتش له خبر ومفاعلت فيها ديرا قلت لها خليتي ساحبتك في الشارع قلت لي على أساس انتا وين خليتها أنا بنتا ما هنديش لحول ولا قوتها إلا بالله ما عندي حتى واحد يعني نقدر نسيطر عليه بصح انتا راجل ورخيص رحت صدقت أخوك ووجي تلوم فينا لوم روحك على خرجتها في نص الليل المسكينة قبل ما تلومني أناية قلت لها خرجتها ومن بعدها سكتني بكلمة ما كيش راجل واسمح لي قلت لها قولي لي بركوينها قلت لي مني شي عارفة هذيك آخر مرة شفتها فيها قلت لها عليها من أول ما قلت ليش أنه ما كيش عارفة وينها عليها خليتين اسمع كل هذا الوجه من بعدها قلت لني قلت لي يا صراحة حيبتك تتعذب كما تتعذبتها قلت لي لازم تبتأني بالضامير بأنك مكشي عارفة وينها وبأنك بنادم ما تستاهلش حتى تغفرها لأنه أخوك هو اغتصبها واغتصب لك حبيبتك وانت ما صدقتاش ورميتها في الشارع رحنا تفارقنا وتأزمتنا في هذه الفترة من بعدها قلت والله غير نلقاها ونعوضها على كل شي جبت السلالة التاحة كامل بهنا عرف وين سافروا عرفت جدودها وين ساكنين رحت بلاصة اللي ساكنين فيها راقبتهم من بعيد شفت أخوها صح؟ من فرحة سجد ثم ربي سبحانه وحمدته نصد قلت كيف نقدر نسخسيها عليها ذلك قلت انقلهم راها تسيني دراهم وخلص رحت عندهم دخلوني وضيفوني قلت لهم راني جيت على جل بنت اسمها آية بدوا يستغفروا هكا قلت لهم راها تسيني دراهم وجيت نعطيها حقها قالوا لي اعطينا وحنا نعطوهم لها قلت لهم لا لا أمانة هذي لازم توصل لمولادها ناضوا يتمت مهكالها ملخوها تقلق وخرج ما بعد قالوا لي راها ماتت ثم صح وين حسيتنا يا موت زارتني انت على الصح بديت نشد دنيا في دموعي هذوك قتلوهم خلاص ما قدرت شينا يا نوقف قتلوهم ما عليش تولوا ليقبرها خزروا لبعضهم هكا قتلوهم ما نعطيكم دراهم اللي تحبوها رحت انا واحد فيهم داني اللي قبر ما فيه لا اسم لا والو قلت له علش ماشي مديني لا اسم قلي باباها وامها ماشية يزوروا فيها كامل من بعدها راح وخلاني يا كي عطيت لها الدراهم عطت نبكينا ثم تأزمت نفسيتي الدراجة وحنا يصورها دقيت السوايع وانا نشوف في القبر ماشي مصدق رجعت للدار حالتي تأزمت بعد يوم بعد يوم كل يوم نروح للقبر هذيك بنستوعب برك ومقدرتش حتى دمع هذيك تحجرت فيها محبتش تهبط حتى مرة من مرات رحت لهذاك القبر لقيت واحد عند ويقراه في الفاتحة سلمت عليه قلت له منين تعرف المدفونة هنا يا قلي بل اكرك غالط خويا هذي ماشية قبرتها بنت هذي قبر خويا ماتك سيدوها من لي فات قلت له ما لا اراني غالط قبر اللي حذة اللي حذة سامحني دايخ بك شوية قلي منظنش قبر اللي حذة على خاطر هذا خمس قبور اللي حذة بعضهم بتاع صحابه كانوا مع بعض في طاكسي نصدمت انا قلت له ربي يرحمهم ووسع عليهم عرفتهم كانوا يكذبوا عليها بصحة فرحت انه مازال كين امل رحت ليهم بصحة هذه المرة قلت له منحتاج اخوها الصغير لانه كان اقرب واحد لها جاني هكا قلت له اختك ايا مش يميتها صحة قال لي بعيد الشرع لها قلت له قل لي وين هابك قال لي بها تسبها وتسمحها كلام ما يتقالش قلت له لا لا واحد ما نقول لها غرجة شي الزين ونعطيها درعامها مشامها يا قل لي راهي في دار هذيك بالصحة من واحدة النهار صارت لها صدمة ما عادتش تهرف تهدر قال لي اهلي حابسينها ثم ما تخرش مسكينة رحت ادخلت عندها القيتها قاعدة وتشوف التلفزيون تاحم بكيت وانا نمشي لها خزرت فيها من بعدها دورت عنها للتلفزيون بلا مبالدة كبيرة قلت لها ايا انا الصيد قلت تخزر في التلفزيون مش مهتمة خلاص قلت نحكي معها وهي تخزر في التلفزيون مش مهتمة بي نحكي نذكرها بأي من أول ومهتمتش حتى جاء بابها قل وشركت هنا اعطيتها دراهم ياسب ماما قلت لها كل يوم سنجي هنا نشوفها كل يوم كنتنا نجي نشوفها ونجيب لها حويش اللي تشتيهم هكا هي جامي خزرت لي باقي ياسي كتابك وتتجاوب غير مع أخوها صغير كي يجي يوكلها وهكا شهر وانا وراها حتى مرة ذكرت لها اسم اخويا طحت لها الدمعة سخونة مسكينة ثم انا قلت لها يعني ركي تسمعي فيها ايه ركي تسمع فيها من بعدها هاشتها ونظرت تكسر في كل شي حكمتها وتحضنتها قلت لها والله نرجع لك حقك وديتها معايا بالسفع لأهلها ديتها لدارنا وشافت في خويا تراجعت هكا قلت لها هذا نهار نهارك انت يا انت اللي راح ترجع حقك انت اللي راح تضربيه تفكري كيف هديلك وضربيه قال لي خويا ضحي بي على جيلها حكمتها اعطيته كف قلت للأسف بابا ما ربك شمليح يا خويا العزيز هي كي شافت اني معاها قربت وبدأت تضرب 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 جاء انهيارها صبي شديته لها انا وشديته يديه فرغت قلبها من بعدش شكيته نيابي بلا بوليس ما قدرتش نثبت القصة الاقتصاب بس اح خليته يعترف انه هو سرق لي عشرين مليون وتحبس بياه بقيت معاها سكنتها انا عندي اديتها المعالج نفساني وبدأت تتحسن خاصة ان كي رحت اديتها الخويا في الحبس رغم انها ما هادرتش بالصحينيها بيينت انها تستشفى فيه بعد عام هكاك اخطبتها بالرغم انها ما زلت ما نتقلش جاءت هذك النهار صاحبتها كي شافتها تحضنتها وبدأوا يبكو في زوج وتقولها سامحيني خليتك حتى نطقتها قاقت لها توحشتك ياسر ووقتها مصدقتش انا بلي نطقت قلت لها ايه هدرتيا وبدأت العيتهم قل هادرت هذة رأسها بايه قلت لها ليلة ما تحكيش بالاشارة سمعيني صوتك متوحشة صوتك نسمعه بدأت بالشوية تهدر مت بالفرحة انا ابغت غير نتحضن فيها وفي الاخير احب نقولكم ان شاء الله تعجبكم الحكاية التاعي وشفتو كما فقدش الذاكرة ما كنش انا راح نبحث على كل هذه الاحداث ونحاوس على ايه صح ربي ما فيه غير الخيب كما يقولك قد تمروا بتجربة مؤلمة وقاسية ثم تتعافى بعدها وتتجاوزها وتخرج منها كشخص اخر مختلف عن نسخته السابقة شخص اكثر نضجا واتزانا ترى الحياة من زاوية مختلفة لم تكن لتصل لها الا من خلال هذه التجارب يعني ربي يبلينا بابتلاءات لا ليعذبنا بل ليرفعنا ليهذبنا ولي يجعلنا اكثر قوة وصلابة ان شاء الله بركة تدو العبرة من الحكاية هذه وتدعو لي انا و اياه اننا نعيش وحياة سعيدة كوكو قبل ان نكملوا الحكاية لا تنسوا الابوني الابوني في القناة اضعوا الابوني وفعل الجلس برساك الجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام